وطبعا المسألة بتتفرع على هل يجوز العمل بالحديث الضعيف أم لا يجوز العمل بالحديث الضعيف على يعني مذهبين الأهل العلم فمن قال يجوز العمل بالحديث الضعيف اشترط له شروطا أن يكون في فضائل الأعمال وأن يكون مندرجا زي ما حالك بتقول كده تحت أصل عام من الشريعة ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا وألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب الشروط دي صعبة جدا طيب أنا كإنسان لا أعرفه في الحديث ولا في مصطلح الحديث كيف أحقق هذه الشروط ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا أعرفها منين؟ يبقى فالصحيح كفاية يعني دعاء إلى من تكلوني دعاء جميل جدا لكن الحديث مش صحيح ومع ذلك بعض مشايخنا وبعض علمائنا يثبتون ضعف الحديث لكن يحبون أن يرددوا هذه الأدعية أيونا وإن كان هناك من أهل علم من حسن هذا الحديث لكن طبعا هو الراجح أنه ليس بصحيح جزاك الله شيخنا الكريم منكم نتعلم الكفير إذن الله خير